لمة التلات تنانين بالتلات فرسان باللي ماتوا باللي تحرقوا عشان تقف قدام ايه منه وتعملوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من فيلم جامد وفي حلقة النهاردة حنناقش الحلقة التمنى والاخيرة من الموسم التاني من مسلسل هاوس اف دا دراجن وحنناقش ونقيم الموسم كله طبعا انا عارف وفاهم كويس قوي قد ايه انا متأخر بس انا كنت مسافر والخطة البديلة بتاعتي كانت ليها علاقة باني اتفرج على الحلقة وانا مسافر واعمل ستريم على الاقل من هناك ولكن الشقين بتوع الخطة منفعوش اولا او اس ان بلوس المنصة اللي انا كنت بتفرج على المسلسل عليها مرضيتش تشتغل هناك وثانيا حتى الستريم معرفتش عامله طبعا الكلام ده كان من اكتر من اسبوع فانتابتني حالة من حالات القلق ازاي حقعد اسبوع اتجنب فيه ان حد يحرق لي اللي حصل في الحلقة ازاي حقد رافتح الانترنت ومخبطش في مئات والاف وملايين البوست اللي حتكون عن الحلقة الاخيرة بتاعت المسلسل الاهمة في السنة كلها وسبحان الله يا مؤمن الا ما شفت صورة عابرة حتى ولا نفس فده خلاني اقلق اكتر هل معقول الحلقة دي كانت محبطة للدرجات دي لدرجة ان الناس حتى ملهمش نفسي يتكلموا عنها اجابة السؤال ده انا عرفتها لما اخيرا رجعته وتفرجت على الحلقة والاجابة هي ان اي درجة تدني في المستوى انا كنت خايف منها خلال الاسبوع ده اللي اتفرجت عليه ادنى وادنى المسلسل خالف توقعاتي بشكل محبط جدا في الحلقة الاخيرة لان تفاوت التوقعات وتفاوت المستوى خلال المسم نفسه شيء وارد انه يحصل والطريقة اللي بنينا بها خطوط الاحداث بتاعتنا ودرجة التقدم اللي احنا قدمناها في رحلة كل الشخصيات برضو موضوع خاضع جدا للاختلاف بس في النهاية وصلنا بكل الخطوط وبكل الشخصيات لغاية حفة الجبل ما بقاش ناقص غير ان احنا نزقهم بقى لذلك انا ما كنتش شديد الغضب على احداث المسم بشكل عام وكنت شايف ان سبيل الانقاذ في الحلقة الاخيرة وارد جدا بل اني شخصيا كنت متوقعه وما كنتش متوقع اي حاجة غيره لازم تحصل مواجهات ولازم المواجهات دي تكون ملحمية لازم تقع خسائر والخسائر دي لازم تكون فادحة لكن اللي تبينتوا بمشاهدة الحلقة الاخيرة دي صدمني اه الشخصيات كلها وصلت للحفة ولكن لسه فيهم ساحة ان احنا نمشيهم جوه الجزمة قال مواجهة الملحمية قادمة لا محالة ولكن ممكن تحصل في المسم الثالث في المسم الرابع تم استعجلين على ايه اخوانا طيب يا سيدي بدل ما تقدم المحتوم ده عندك ايه تاني تقدمه دفعات ودفعات من العبط الحلقة التامنة والاخيرة من المسم الثاني من هونسوف دا دراجن هي الحلقة الوحيدة اللي ممكن اقول بكل ثقة انها حلقة عبيطة في حلقات فاتت كانت محبطة ولكن ما كنتش بقدر اوافق على انها حلقات وحشة لكن الحلقة دي بكل تأكيد حلقة وحشة مش بس حلقة اخيرة وحشة حلقة وحشة بشكل مطلق وحشة فنيا وحشة حواريا ووحشة اخراجيا اقاعها سيء ومربك اهتمامات صناع المسلسل في خط زمني مختلف تماما عن اولويات المشاهد التجارب اللي خضتها اغلب الشخصيات في المسم ده قضتها في الحلقة دي للقرارات ممكن تكون بتتضارب مع طبيعة الشخصية نفسها وملقتش امامي غير اني احاول اوصل لتفسير ليه ده كله حصل والاجابة الوحيدة اللي عندي يا جماعة مطيرة جدا للجدل بس حقولها وخلاص جماعة المسلسل ده باز منهم دي مش ممكن تكون الخطة في حاجة كانوا عاوزين يعملوها ومعرفوش يعملوها او اتعاملت وطلعت بايزة انا مستعدة اراهن على ان اللي اتفرجنا عليه ده هو الخطة به ويمكن جيم الخطة الف ما نفعتش اصلي محدش يقولي ان المشاهد اللي اتفرجنا عليها في الحلقة دي كان مخطط من البداية ان احنا نختم الموسم التاني بيها زيارة تانية ما بين أليسنت ورينيرا انت ما كفكش اللي حصل بعد الزيارة الاولانية عاوز تقولي ان مبكرا كان فيه تخطيط لان الحلقة الاخيرة من الموسم التاني هنقضي فيها الوقت ده كله مع تايلند لانستر وهو بيحاول يتفاوض مع ترياركي في التسلسلات السخيفة الساذجة دي منتاجين للقاطات متتالية في نفس الحلقة اغلب تفاصيلهم مش مفهومة اصلا انطباعي الاول بعد مشاهدة الحلقة دي بكل تأكيد سلبي وسيء جدا اتمنى ان تجربة التعديع على الحلقة دلوقتي مع بعض تعدل الصورة شوية وانا مش حخجل من الاعتراف لو لقيت ان انطباعي الاول كان غلط بل اني بجد اتمنى ان انطباعي الاول يطلع غلط يعني انا هتفرق تاني على الحلقة دلوقتي معاكم واوعدكم اني في حالة تحدي مع نفسي انا عاوز اطلع غلط ويا رب بفعلا نطلع غلط طبعا لو ما كانش كفاء الحرق اللي احنا حرقناه لغاية دلوقتي فاحنا هنخش في حرقة اكتر واكتر فلما شافش الحلقة لغاية دلوقتي ايه يا برينس واس ان بلاس عملتها معاك انت كمان ولا ايه واحب اذكركم باللايك والاشتراك في القناة لو ما كنتوش مشتركين ويلا بينا نشوف مع بعض من انطباعي الاول ممكن يكون كان غلط ازاي افتتاحية الحلقة بمنظر مسروق من كليب دو يو رمبر دي تايم بتاع مايكل جاكسون ده يا جماعة منظر يطلع من عالم جيموف ترونز دي عاملة زي المناظر اللي كانت بتترسم بالايد في خلفيات مصرحيات التلفزيون زمان هاين علي احسب الوقت اللي قدناه مع مغامرة تايلاند لانستر دوت علشان اثبت ان بكل تأكيد دي مشاهد اتصورت في شكل متأخر لانقاذ الموقف تعالوا بجد نحاول نعمل كده ولو حتى بشكل عابر يعني وحد يفهمني احمد عيد بيعمل ايه في المسلسل ده لو استثنين الانترو التسلسل الاول ده مش اقل من 3 دقايق متواصلة وده الظهور الاول بس لسه هنحسب اللي جاي بعدين ايه من بتنتابه حالة من حالات الغضب والجنون وبيقرر انه طالما طلع العرسة من العشة يبقى لازم تتظفر فبيقرر انه ياخد فيجار ويروح يحرق شاربوينت ايه شاربوينت ديت يا بالحج اهو مكان بتاع هاوس ما وبيعمل حاجات ومش فاهم ايه هاميته الاستراتيجية وحاجات من بيع هل الاهمية الاستراتيجية والهاوس ده اتقدمه خلال احداث الموسم لو اتقدمه فانا ماخدتش باي حلقة الاخيرة في الموسم ها حلقة الاخيرة عجبتني تفصيلة بشكل عابر وهي اعادة رسم تبادل الادوار ما بين ايجان وايمند ان دلوقتي ايمند هو المتهور اللي بيعمل تصرفات غير مسؤولة وايجان شخصيا لما بيسمع التصرفات ديت بيصفها بالجنون بحاول يا جماعة والله بحاول بس هل في حد توقع او شاف درجة من درجات المنطقية ان بعد موسم الاعداد بتاع زنشينكو ده كله نصل في الاخر لان القرار الصحيح هو انه يطلع اعارة لنادي تاني مش حصف القرار دراميا بالكارثي لانه الدال ودافع لحظة في تطورات حصلت ريني رأي انضم الترسانتها تلات تنانين بالفرسان بتاعهم ايمند تجنن ومفيش اي ضمان لتصرفاته القادمة فلازم نعمل حاجة بس قرار نهرب ده ماينفعش يكون اخر قرار في رحلة الشخصيتين دول ممكن يكون قرار مرحلي بس لازم نشوف حاجة بعده مش نخلص الموسم عليه بالنسبة لرحلتهم مع بعض كمان مرة مقدرش اقول عليه دراميا قرار وحش لان حتى في حوارهم مع بعض ايجون ولارس عدوا على كل الاحتمالات اللي ممكن تخطر على بالنا احنا كمشاهدين لو في ايه زنشينكو يا ابني من تمالك برضو فطرحوا الاسئلة لقولها اجابات هي بس المقطة اللي توقفنا فيها مش مقنعة بالنسبة لي كمان مرة مع الوضع في الاعتبار ان دي اخر حلقة في الموسم برضو عجبتني حالة الصدق اللي احنا عايشين فيها مع لارس وخصوصا في النص التاني من الموسم ده ووعود التغيرات في شخصية ايجون حاجة انا متطلع لها جدا بس كنت متطلع لها على اننا نوصل فيها المرحلة متقدمة مع نهاية الموسم ده مش نسيبها مجرد وعد وانا راكم في الموسم القادم لا يا جماعة ده مش الديسكتوب بتاع الويندوز بتاعي وهو فاضي دارينا وهي بتدور عبتنين سؤال صغير معلش هو انا كلامي ده ما بيتسمعش ابدا يعني انا لما اقترحت نقطة العودة بتاعت رينا للاحداث كنت جايبها من بيتنا مش ده شغل جيموف ترونز كل شوية كنا نخب شخصيات وكل شوية المشاهد يقعد يقولك ما تنساش فلان الفلاني ما تنساش فلان الفلاني اه صحيح في جيموف ترونز نفسه واغلب الشخصيات ده يتم عملوش بيها حاجة ولكن في بعضها عودته لمركز الاحداث كانت مع الحمية ما عملتوش كده مع رينا ليه دي ظهورها تالي كان لازم يبقى على ظهر تنين جوه معركة ايه ايمة الوقت اللي احنا قضناها معاها وهي بتدور على تنين سفالات الف المتكررة داخل الحلقة دي بالنسبالي غير مبررة على الاطلاق بقف وجليات وقليل الضوء وقليل الادب كل دي تفاصيل وصفات ممكن اقبلها بالنسباله ولكن ليه الجرأة الشديدة دي جزء ان الاجابة ممكن يكون ضمان انه هو غير قابل للاستغناء عنه بس ليه اصلا تطرح الموضوع كموضوع للتحدي ايه المكاسب اللي ممكن تعود عليك من انك تعادي رانيرا وتعادي جيز خصوصا وان المفروض ان صفة الجبن جزء اللي يتجزأ من شخصية اولف مشهد الحواري اللي ما بين رانيرا وما بين كورليز ده كله على بعضه كان سقط من ذاكرتي اصلا من بعد ما شفت الحلقة رغم ان المفروض انه بتتقدم فيه تفصيلة مهمة ان رانيرا بعد ما نجحت في المخطط بتاعها اللي قعد له بتاعها حلقتين ثلاثة ويمكن اربعة عشان تلاقي فرسان جدل للتنانين بتاعها ما كانتش ناوية تخش بيوم الحرب كانت متخيلة ان هو حيبقى سلاح رادع يا شيخ ده انت اللي رادع من مصورة مجاري هو ده اللي بقصده لما بقولكم الشخصيات خلاص وصلت للحافة وقررت تمشي جوه الجزمة لمت الثلاث تنانين بالتلاث فرسان باللي ماتوا باللي تحرقوا عشان تقف قدام ايمن وتعملوا عبط والله عبط سير الفريد اللي رانيرا بعثته عشان يتفاوض مع دي من طلع عنده الافكار الذكورية الخاصة وفي تقدير الشخصي كل اللي حصل في هارن هول في الحلقة دي تزاوبعة خلقوا مشكلة وحلوها في لحظة بس هو في النهاية يعني نتج عنها مشهد كويس حتى تفصيلة ان هو عاوز يتكلم معاه على انفراد دي ات ما كانش ليها اي لازمة الراجل سايمون سترون كان واقف وسطهم اه عامل زي العامل بتاع البوفيف في المتيور الظلام بس هو راجل ده بدوب عموما فهما لما تمشوا خطوتين ما لحقهمش كده كده وفي الاخر خالص وبعد كل احتياطات الخصوصية لحقهم برضو سمع كنوا بيقولوا ايه عبط غضب شديد من ايمند على خطة الاختراق الاوزعية اللي حصلت في الحلقة اللي فاتت قال لهم لا معلش الامن لازم يصحى معايا شوي مش هصحى الصبح لاي نص البلد مشيت وانتو مش دريانين يعجبني في القيادة القرار الصحيح في التوقيت المزفت ونظرات متكررة من كل المحيطين بايمند بتدل على انها هربت منه خلاص مروضة الصراصير تعود الينا مرة اخرى ومش فاهم أليسنت رجعت من البيكنيك بتاعتها امتى وبينما أليسنت على وشك انها تفتح هلينة في خطة الهروب بيدخل عليهم سرد الاخت تخيلت برضو بناء على اخر مكان سبنا فيه انه حيقول لها انا وطيت النار على المنبار عشان يستوي على مهله عقبال ما وش صنية المكرونة بالبشاميل اليحمر ولكن للأسف طلع جايب معاه هلند اللي بيحاول يسحب اخته بالعفي عشان ينزلوا يطيروا تانينين مع بعض عبط بس للأمانة برضو حوار المواجهة الطويلة نسبيا ما بين ايمند وما بين أليسنت مكانش وحش بننتقل بعد كده لبيب وهو مختلي بنفسه وبيشم او بينف في المنديل بتاع أليسنت مش متأكد بالزبط ولكن في النهاية كل الشكوك بتاعت جوين بتقوده في النهاية لانه يقفشه عشان نكتشف في لحظتها انه هو كان بيعمل كده قدام الناس كلها عادي اصلا عبط مواجهة بتقود لحوار مطول عن فلسفة الحرب ومعاناة البسطاء والجنود والقادة يلا يا عم يلا يا عم لا يبرك لك والنبي يلا كان معانا تلات دقايق من العبط بتاع تايلند لانستر ده وتم نشوف هنضيف عليهم قد ايه دقتين ونص بقى معانا خمس دقايق ونص من الولا حاجة ونطلع منهم على جيس وبيلا والمزيد والمزيد من الولا حاجة ولا حاجة ونرجع تاني على طول لتايلند لانستر واحمد عيد احنا لسه سايبينهم إدارة إقاع من أسوأ ما يمكن كم دقيقة بقى المرة دي ان شاء الله كمان دقتين ونص يعني دخلين في تمن دقايق في الخط ده قول في الجعر يستمر في سلوكياته المنحطة والمرة دي بيقل ذوقه على الملكة شخصيا عادي خالص قرار الحرب الشاملة من رينيرا بيتقدم خطوات وخطوات جوه الجزمة وبيقطعه استدعاء لرينيرا تحت الدعاء ان دايمن بيلعب بديله ويه بتاخده على الفسحة وبتطلعه على المونتاج الأول اللي معناه في الحلقة أظن دي المفروض صورة الابن الضال بتاع أليسنت فيه تنبؤ بأنه هيكون الخصم الأهم لديمن طبعا لو طلع حد تاني خالص فانا آسف الشخصية دي قعدة جوا الشجرة في دور الغراب أبو ثلاث عيون المألوف بالنسبة لنا من خلال بران في أحداث جيموف ترونز وبالفعل بيظهر الغراب أبو ثلاث عيون في حتة جرافيكس تعبانة جدا أنا حاليا قاعدة أقول اللي أنا شايفه وخلاص مش عارف أقول ايه بصراحة يمكن المثير شوية للإهتمام هو استدعاء هلينة في الرؤى دي واللي عموما يعني في الحلقة دي شف نظرها وهو بيكبر حبتين وبنشوف عندها استعداد للمواجهة زي ما حنشوف في مشهد لاحق عارفين يا جماعة الحاجات دي كانت تبقى جامدة لو ايه لو المسم ده كان عامل زي ما بيعمله في المواسم الأخيرة من المسلسلات مؤخرا فكرة انك بتقسمه على نصين والفاصل الزمني ما بين النصين دول ما بيبقاش كبير لو كان ده الوضع يبقى اللي شفناه في الحلقة دي ممكن إلى حد ما يكون مقبول اللي هو كلها شهر شهر ونص أو شهرين وحلطقت خيوط بقى الحاجات دي كلها وكمل القصة بقى وافهم هلينة مهمة ليه والحاجات دي ولكن وده بيتقدم في إطار إثار الترقب المشاهد للموسم التالي اللي حيكون كمان سنتين أنا آسف بس ده اسمو عبط فهم بقى الباشا كده واقتنع انه مجرد ترس صغير في حدوطة أكبر منه كنت متخيل ان مشهد مواجهة هلينة مع ايمن دوت بيحصل بعد كده في الحلقة ولكن طلع بيحصل في المشهد التالي على طول وده ممكن ينضم لدلائل سوق إدارة الإقاع في الحلقة بس المشهد عموما كان حلو وكان فيه نصيبه من التنبؤات الدموية في مصير ايمن شخصيا مثير شوية للاهتمام انه هلينة في حوارها مع ايمن كانت لابسة نفس الهدوم اللي ظهرت بيها في الرؤية بتاع الديمن مش عارف ده المفروض يكون دلالة على شيء ولا مجرد كسل في الملابس مشهد كويس جدا فيه حدود وما بين رينيرا وما بين ديمان في مواجهتهم مع بعض وإحنا في النقطة دي بقينا فاهمين أهمية التوقيت بتاع المواجهة دي لأنها لو كانت حصلت قبل استعراض الرؤى اللي حصل لديمن النتيجة كانت هتبقى مختلفة تماما ولكن مع حدوث المواجهة في التوقيت ده اللي بيحصل هو اعتراف من ديمان بقى حقية رينيرا وتنازلوا على الأقل في الوقت الحالي عن طموحه الملكي والتاني مرة في الموسم دوت بنعيش مع بعض لحظة من لحظات ألحى أنا المغرب بقى عشان العيش أقرب التدن وبطالها المرادي هو سير ألفريد هيتشكوك بتاعنا ده أخيرا مواجهة ومصرحة ما بين كورليس وألس بنطلع منها بنتكتين مهمين أولا تكسيد جايد جدا من الممثل اللي مقدم شخصية ألس في الخروج عن الصمت أخيرا والاندفاع في حالة الانفعال وثانيا أنه هو في حالة الانفعال دي أخيرا تبينت قد إيه هو شبه كلارنس سيدورف يا دينيلا ماتت؟ رايح الجنة خلاص؟ تنين يا بوي تنين طخوا بس ما تعوروش يا بوي المزيد والمزيد من المشي جوه الجزمة وبنوصل أخيرا لما يفترض أن يكون أهم مواجهة في الموسم ألسان بترد الزيارة حاجة مش محتاجة لا شرح ولا تحليل هي بس لها عنوان واحد ما كانش حد غلم طالما رايحين جايين دخلين خارجين على بعض كده إيه يا جماعة مين صاحب فكرة أن مواجهة زيدي تحصل مرتين في نفس الموسم؟ ده من بعد ما العداء حصل مش مفروض تحصل مرتين في المسلسل كله أصلا إيه المهم؟ ألسانت راح اتلاها قالت لها عاملين ممبار ومكررن بالبشاميلة تعالي غرفلك دراميا يا جماعة وفي علم الحوار إيه اللي يخلي ألسانت وقول ماي لوفر؟ ليه تدخل نفسها في المسألة الأخلاقية دي؟ يعني دي حاجة إحنا لو عاوزين رينيرا تكتشفها وتسائل ألسانت عليها كان لازم نخلي رينيرا تكتشفها بطريقة أخرى مش ألسانت نفسها فجأة كده تروح بص للعنكبوت اللي في السقف وتروح خرب اللي عندها كله الهدف إيه؟ إننا نخلق حالة المسألة دي رد من الشخصيات على تساؤلات الجمهور مالوش أي دعوة بالحدودة وصلنا في الآخر للنتيجة من أعجب ما يمكن ألسان بتعرض على رينيرا إن هي تدخل كينجز لندن كفاتحة ومنتصرة وجالسة على العرش بدول عرب ورينيرا بتضيف على دوة شرط وهو التضحية برقبة إيه جوام؟ وألسان بتدخل في لحظة ما ظنش إن فيه أي ممثلة في الدنيا كانت ممكن تقنع بيها وهي ترددها ثم قبولها للشرط ده حقيقة مش عارفة على أقوله مشهد حواري من المفترض إنه هو مهم جدا ومفتاحي جدا بدأ من نقطة والمفروض ينتهي في نقطة مفيش أي طريق في الدنيا يقود لها إن الشخصيتين دول يتفقوا على حاجة فيها مكاسب بالجملة لجانب منهم وخسائر بس للجانب الآخر وفي النص عاوزين نثير نقطة نخلي الجمهور ينشغل فيها عبط وابننتقل بعد كده للمونتاج الثاني في نفس الحلقة استعداد الجميع وتوجههم للحرب رينا أخيرا بتجد التنين اللي كان بتدور عليه لارس وإيجون بالفعل بينفدوا خطة الهروب في الحدث الوحيد أو الإجراء الوحيد اللي ممكن يخل بالخطة اللي رسمتها أليسنت مع رينيرا وبشكل عابر كده بنعدي على قوته هاي طور وهو ساجين ده اسمه إيه في الدراما أنا ما عنديش فكرة تحس ان هو مشهد نازل علينا من حلم تاني نظريات بقى يلا يا جمهور نقعد نتكلم ونتوقع بقى ونختلف مع بعض ونقطع في بعض بدل ما نتفق على ان الموسم ده كما هو واضح باز منهم جماعة طريقة الحلقات بتاعتي في الموسم ده كانت واحدة مشاهدة أولة بابني عليها انطباع بقول الانطباع ده وبعدين بعمل مشاهدة تانية متفحصة معاكم وبرجع يا إما أكد على الانطباع ده يا إما أخلفه الحاجة الوحيدة الجديدة اللي حصلت في المرة دي هو قد إيه المشاهدة التانية كانت مملة بالنسبالي يعني أنا قبل كده كنت حقيقي بستمتع بالمشاهدة التانية دي المرة دي لأ مش قادر اخلصوا بقى أحداثنا الغاية دلوقتي حصل فيها مشاكل ومشاكل ملموسة ولكن ما حصلش فيها كوارثة الكارثة الوحيدة اللي احنا قدامها هي اننا عدينا موسم كامل على ولا حاجة بدأنا واحنا واقفين قدام سلم طويل متصورين ان احنا حنوصل لآخر درجة فيه في نهاية الموسم عشان مع آخر حلقة نكتشف اننا يا دوب مسكن التربزين قرارات كتير وتحولات كتير جوه الحلقة دي كان المفروض يبررها حوار شخصيتين واقفين قدام بعض بيتكلموا بيصلوا مع بعض النتيجة وزي ما شرحت كده نقطة البداية بالمقارنة مع نقطة النهاية في كل المواقف دي كانت صعبة واللي تقدم عشان نمشي الرحلة دي كلها مش مقنع وده غير واقع اننا عندنا في الحلقة دي من خمستاشر لعشرين دقيقة حقيقي من الول حاجة منهم تمن دقايق زي ما شفتنا مع بعض بتقدم فيهم تسلسل كان ممكن نوصل لنفس نتيجته بمشهد تلاتين ثانية مثلا الحلقة دي بشكل منفصل تقييمي لها مستحيل يزيد عن ستة من عشرة وبما اني كنت حطت عليها امال عريضة جدا لان الموسم دوت يفضل في ذكرتنا كشيء يستحق ان احنا نتكلم عنه والنقش من الاساس فتأثرها السلبي على تقييم الموسم بشكل عام حيكون كبير لذلك فانا تقييمي للموسم التاني من مسلسل هو سبعة من عشر وان كنت بجد فكرت في اني انزل التقييم اكتر من كده كمان بس لو عملت كده كنت حبقى بنتصر للحظات الاحباط وهي كتير ولكن بيقابلها على الجانب الاخر لحظات تانية كتير حقيقي برضو كانت جيدة انا بكل امانة ما خرجتش بدرجة الاحباط ديت من اي حلقة قد الحلقة الاخيرة بقيت الحلقات فيها حاجات كتير دايقتني ولكن في المجمل حلقات استمتعت وانا بشوفها اول مرة وانا برجعها تاني مرة بس يتيقلي كده ما عنديش اي حاجة تاني اقولها ده تقييمي ورأيي وانطباعاتي الاهم منهم تقييمكم ورأيكم وانطباعاتكم يا ريت تساموا بيهم في الكومنس الف شكر لكم على قدير رحلة الرائعة الرحلة اللي بنا وبن بعد احنا اللي رائعة الرحلة بتاعت المسلسل نفسه ما اللي اشدعى وبيها ويا ريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم ومشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجدكم الحلقة اول باول تابعوني على فيسبوك وانستجرام وتيك توك واكس وبي باي اشتركوا في القناة